ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله فريق أمودو يفجر مفجأة بخصوص أسد الأطلس أسدل فريق وتائقي أمودو الستار عن رحلته للبحث عن أسد الأطلس بإقلم خنيفرا بعد تأكده أن الأطار التي شهدت تعود إلى حيوان الضبع وشكلت ليلة التولة نهاية رحلة كان يعول عليها فريق الوطائق من أجل تحقيق حلمه باكتشاف أسد الأطلس بالمغرب التي استمرت على الرغم من تقدم الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضيحات دقيقة حول الأمر الوكالة أنهت كل الفرضيات التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة حول وجود أسد الأطلس بإقلم خنيفرا بعد عمليات تمشيط واسعة وتحديد للأطار التي تبين أنها تعود إلى عائلة الكلبيات بعد هذا التوضيح استمر فريق أمودو في عملية البحث قبل أن يخرج يوم التولة ببيان يقول فيه إن الوطائق قام بعملية تمشيط واسعة امتدت لما يصل لأسبوع وحملة بحث جد مرهقة لم تفرج للأسف عن أي نتائج حول وجود أسد الأطلس بإقلم خنيفرا البيان أضاف أن فريق أمودو يتأسف لعدم قدرته على توتيق أي من الحيوانات المفترسة التي ظهرت مؤخرا مسببة ردود فعل متباينة وهذا لعدة أسباب أهمها الامتداد الشاسع والوعر لجبال الأطلس المتوسط ولغاباته الكتيفة مما يتطلب معدات وفرق كثيرة ونفسا طويلا إضافة إلى تجهيزات لوجستيكية خاصة ليست في متناول الجميع بما في ذلك فريق البرنامج وقال الحسين فوزي المدير المنتج لبرنامج أمودو إن رحلة البحثة التي بشرها البرنامج في إقلم خنيفرا بحثا عن أسد الأطلس انتهت رسبيا يوم التولتاء واضف فوزي ضمن تصريح له أن الفريق اكتشف في الأخير أن حيوان الضبع هو السبب في الهجومين اللدين أتار ضجة كبيرة في الآوينة الأخيرة وأوضح المتحدث أن الفريق وجد أتارا لم تكن في تلك المنطقة في وقت سابق ولولا الحوادث التي وقعت والشهادة الخاصة بالساكنة لكان من المستحيل خوضهاته المهمة لافتا إلى أن النتائج الرسمية التي توصلنا إليها لا تشير إطلاقا لوجود أسد الأطلس بالمنطقة وأبرز المدير المنتج لبرنامج أمودو إلى أن فريقه لا يشعر بخيبة أمل بعد رحيله عن إقليم خنيفرا فهو دائما متفائل بوجود أسد الأطلس وحتى لو كان الأخير فعلا قد انقارد فإن نمر الأطلس يمكن إيجاده ومن خلال البحوت التي تم إجراؤها تأكد الفريق أن الهجوم الذي وقع يعود لحيوان الضبع لأن الأسد هجومه يتم على مستوى العنق وهي فرضية أولية مهمة لكن الشهادات والآطار دفعتنا للاستمرار وقتها في البحث ترجمة نانسي قنقر